بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلواته ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحياكم الله والإخوة في درس جديد من دروس علوم القرآن ولا يزال الحديث موصولا عن فوائد معرفة أسباب النزول وقد وقفنا عند الفائدة الثالثة وانتهينا منها الفائدة الرابعة من فوائد أسباب النزول هي فهم الآية على الوجه الصحيح وهذه تكاد تكون أهم فوائد معرفة أسباب النزول أنها تعين على فهم الآية على الوجه الصحيح نقف مع هذا يعني هناك آيات إذا لم نعرف السبب فإننا قد نفسر الآية بطريقة غير الصحيحة وقد وقع هذا قديما حتى من عاصر التابعين رضي الله عنهم ورحمهم وكذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم فهموا بعض الآية تفهم خاطئا لأن الظاهر يدل على شيء معين لا يعرف إلا إذا عرف سبب النزول لعلنا نذكر بعض الأمثلة على هذا لأن هذا من الأمور المهمة جدا في فوائد أسباب النزول الشيخ من عثيمين رحمه الله ذكر هذه الفائدة وهي الرابعة حسب ترتيبه وحسب ترتيب الذي ذكرناه أيضا قال فهم الآية على الوجه الصحيح أورد حديثا مشهورا أكثر العلماء إن لم يكونوا كلهم يذكرونه في كمثال لهذه الفائدة قولوا تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما والمراج بالطواف من السعي بين الصفا والمروة ظاهر قول الله سبحانه وتعالى في الآية فلا جناح عليه كأن الطواف بين الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة من باب المباح كأنهم كانوا يتحرجون منه فقال الله فلا جناح عليه هي الطوفة بهما يعني لا إثم عليه لا حرج عليه وأن غاية أمر السعي بينهما يكون من قسم المباح ولا شك أن الآية ليس المراد بها هذا الفهم وإنما هناك سبب لنزول هذه الآية هو الذي اقتضى أن تكون الآية بهذه الطريقة فلا جناح عليها أن يطوف بهما كيف نسمع ونقرأ هذا الحديث ففي صحيح البخاري عن عاصب بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائل الله إلى قوله أن يطوف بهما فمن خلال هذا الحديث الذي أورده المؤلف الشيخ محمد العثيمين وهناك لفظ آخر سأذكره الآن يوضح أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة في أول الأمر كانوا يرون أن السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية لأنهم كانوا يسعون بينها في الجاهلية وكان عند الصحابة رضي الله عنهم تحرج من كل شيء كان من أمور الجاهلية لأنهم يخشون أن لا يكون مشروعا في دين الإسلام فكانوا يتحرجون فأمسكوا عنه فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائل الله حتى لو كانت موجودة في الجاهلية لكنها من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها أن يطوف بهما يعني لا تتحرجوا وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائل الله ومعلوم أن شعائل الله أعلى مدينه الظاهرة وغالبا ما يطلق هذا اللفظ شعائل الله عز وجل على الأشياء الواجبة والعظيمة في الإسلام الحديث هذا له لفظ آخر أورده المؤلف من ناع القطان وغيره وهو في صحيح البخاري كذلك ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن عروة قال لها أرأيتي طبعا نأخذ من هذا السؤال من عروة لعائشة ومن سؤال عاصم بن سليمان لأنس قضية مهمة جدا في طلب العلم وهي السؤال عما أشكل إذا أشكل عليك شيء يطالب العلم فاسأل اسأل من تظن أن عنده علم ومن هو خبير بالمسألة التي تريد أن تعرفها قبل أن تحكم حكما أو أن تقع في حرج وإنما ينال العلم بعد توفيق الله بمثل هذا الحرص كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل بمن لت هذا العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول فكانوا يسألون فتقول عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن عروة بن الزبير وهي خالته قال لها أرأيتي قول الله إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما يقول فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما يعني لو لم يطوف فليس عليه جناح فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفة والمروة في الجاهلية فأنزل الله إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة ثم قد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما فلو لم نعرف هذه الأسباب لكان هناك من يظن أن الطواف كما ظن عروة رضي الله عنه وغيره أن الطواف بين الصفة والمروة الطواف طبعا يطلق على السعي من باب المباح له أن يطوف وله أن لا يطوف ولكن الأمر ليس كذلك وليس المراد بالآية بيان وجوب السعي وإنما المراد بها أمر آخر بيّنه سبب النزول وهو نفي التحرج الذي كان عند الصحابة من الطواف أو السعي بين الصفة والمروة لعلنا نضرب مثال آخر والأمثلة متعددة قول الله تعالى في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين أحد الصحابة رضي الله عنهم في زمان عمر أو عثمان رضي الله عنه شرب الخمر فلما قيل له في ذلك ورفع أمره قال ليس علي جناح قالوا كيف قال إن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أي شيء إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فأنا مؤمن فأنا من الذين آمنوا واتقوا وأحسنوا طبعا فصححوا له الفهم وكان متأولا والآية ليس فيها بيان حل الخمر أو أي طعام للمؤمن لا وإنما سبب نزول هذه الآية وقد جاءت بعد آيات الخمر مباشرة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ونبسوا من عمل الشيطان فاشتنبوه لعلكم تفرحون فكانت الصحابة كانت الخمر قبل ذلك مباحة فسأل بعض الصحابة طيب وكيف بمن مات وهي في بطنه وكان يشربها كيف بمن مات قبل نزول هذه الآية قبل نزول تحريم الخمر وهو يشرب الخمر حتى إن بعض الذين استشهدوا في أحد كانوا يشربون الخمر بل استشهدوا وهي في بطونهم لأنها لم تكن حرمت فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني فيما سبق تناحهم فيما طاعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا ولا تتحقق التقوى إلا بترك ما حرم الله وأولئك قد تركوا ما حرم الله لكن الخمرة لم تكن قد حرمت قبل فلا نعرف الآية على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها سبب نزول وهذا من أهم فوائد أسباب النزول لعلنا نقتصر على هذا ونقف عند هذا الحد أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافي والعمل الصالح وأن يهدينا لكل ما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين